تهدينا ليس هناك تهدينا نفسه ايه يجبك امنا جمس يجبك اليوم سأتحدث عن نقطة صغيرة الآن نقطة واحدة فضيحة وهي جريمة وهي جريمة تصبح بحق المغتربين بالاختراع بالخارج وزارة الخارجية بلبنان بدل ما تشوف شو تعمل مش انت تسهل على المغتربين بدول الاغتراب تسهل عليهم الاغتراع عم تعمل كل شي فيها تعمله تتعرقل هالاغتراع رح اتطرق إلى ثلاث نقطة بس بها السيئة اول نقطة توزيع المغترعين على مراكز الاغتراع بتعرفوا بكل دولة من الدول الاجنبية في مراكز الاغتراع بدل ما وزارة الخارجية وهالعملية من بعد نحن صارنا جمعاتين ثلاثة عم نشتغل فيها وعم نراجع وزير خارجية بالذات ومسؤولين تانين تبيننا أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عنها لوزارة الداخلية ولا أي مؤسس ولا أي إدارة رسمية أخرى بدل ما وزارة الخارجية تشوف وين كل مقترع أقرب مركز اقتراع وتحطه علىه عم تشوف وين أبعد مركز اقتراع وتحطه له إياه يعني أنا اليوم قاعد بولاية أمريكية حد مني بولاية تاني في مركز اقتراع عم بحطولي مركز اقتراعي بولاية بعيدة أربع خمس ولايات عن ولايتي وهلوم ما جرى بكل دول العالم وبالتالي أول مشكلة حقيقية هي توزيع المقترعين على مراكز الاقتراع رجعنا كتير معالي وزير الخارجية بيقول ما هي تم توزيعهم انطلاقا من أخذنا مئياس معين شو المئياس يلي أخذتوا يا معالي الوزير أخذ مئياس الزب كود يخيي بالزب كود برا كلنا سوا منعرف ليس هذا المئياس المئياس هو أرقام السجلات حسب أرقام السجل مثل ما هي في البنان تتوزع لأنه بالزب كود مثلا وليت ضيعة وحدة وليت ضيعة وحدة طبعا مش قاعدين مع بعضهم هني وعندهم زب كود واحد بدول الاغتراب مساقبين ضيعة وحدة فيك تلاقي يعني مقترعين منها بتقريبا 7-18 أقليم منطقة واحدة فيك تلاقي مقترعين منها 7-18-15 ألم وهلهم مجرة بعض الوقات مسئبة لأنه أفراد العائلة ليس قاعدين مع بعضهم خيوا خيوا إذا بدكم خيوا بهالقلم اقتراع وخي بقلم اقتراع آخر وهلهم مجرة وبالتالي أول مشكلة حقيقية عامل عينية هي توزيع المقترعين على مراكز الاقتراع رجعنا كثير مع الوزير الخارجي رح أقلكم شو اللي صائر اللي صائر طبعا اللي وراء كلها الحبكة جبران بسيل وفريق ووزارة الخارجية ووزير الخارجي شو إخ الدور إخ الدور هو أنه يبرر بشكل أكاديمي ويعطي تفسيرات للجريم الكبرى يلي عملين بحق المغتربين أنه يصل إلى التفسيرات أنه ما أخذنا الزب كود خي مين لك تأخذ الزب كود لماذا عامتها بعملية انتخابية يتخذ كمئياس الزب كود يتخذ كمئياس أرقام سجلات اللبنانية لأن الناس الذين منفرد ضيعة أو منفرد عائلة أو منفرد منطقة أرقام سجلاتهم تلحق بعضها بكافة الأحوال لم يكن هناك تجربة سنة 2018 أحد يتحدث عن اقتراع المغتربين لا كل العالم اعتبرت على أنه اقتراع المغتربين صار متل ما لازم يصير خي ليش ما بتعتمد نفس التوزيعة أبدا وبالتالي بست أطرح نقطة صغيرة جبران باسيل وفساده وفريقه بالوزارة هن وراء هالعملية من الناحية التقنية ووزير الخارجية مكلف أن يغطي عليها ويعطي تفسيرات تبريرات الأكاديمية التي يظهرها أكاديمية ببطنة شيطانية لعملية التغيير اللي عم تصير النقطة الثانية نفترض أنه وزعوا المقترعين على مراكز الاقتراع بهذا الشكل النقطة الثانية الأساسية عم تصير ليش ما بتوزعوا لو ويح الشطب يعني لو ويح الشطب قال لا نحنا رح نعمل لينك عملنا وعم نعمل لينك تاكل مواطني يفوت ويشوف وين هو بدي يسوت خي أول شيء أنا كمرشح أنا أنا كمرشح إلي حق أعرف بكل مركز اقتراع من فيه مقترعين أو لا ما إلي حق أعرف حق الوصول للمعلومات يلي بيخليك توصل على معلومات سرية بالدولة بأبسط أبسط الحالات أكيد إليك حق إليه حق كل مواطن يعرف خي كل قلم اقتراع من فيه وعلى قليل كل مرشح وكل الحزب بإليه حق يعرف بكل قلم اقتراع من فيه مقترعين وقال لا وقال لا كيف يشتغلوا يعني إذا أنا المرشح معرفة بكل قلم اقتراع أديش فيه مقترعين ومن إنه المقترعين كيف بدي أقدر عين مندوبين وأعرف أديش بدي مندوبين وأعمل كل الإجراءات الإدارية المطلوبة مشان تعملية الاقتراع السير مثل ما لازم عدا أنه كلنا سوا منعرف أديش أديش الجمعيات المدنية والمستمع الأهلي والأحزاب تساعد أنه تدفع المواطنين يذهبوا يقتراعهم اليوم المقترع ما نعرف لوين مركز اقتراعه ولوين يصوت بتقلوا أنت فوت على اللينك اللي عطيتك الإنصلية أو السفارة تتفتش تشوف وين مركز اقتراعك وتروع إلى يعني طيروا 50% من الناس اللي ممكن يقتراعوا بهذا الشكل النقطة الثالثة أنا عم بترحكم نقطة من يلي عم تعملون وزارة الخارجية بتحمل مسؤوليته مباشرة وزير خارجية النقطة الثالثة مثلا لكم شو اللي صاير إلا علاقة بالمندوبين بانتخابات لألفين وثمانتاش كان كل مرشح بكل دولة من دول اقتراب يكلف مندوب يعني يعطي وكالة يوكل مندوب وهالمندوب يلي بيوكله له حق يعطي هو وكالات لعدد آخر من المندوبين تيقدر يغطوا كل مراكز اقتراع بهالدولة السنة كيف عملنا إنه كل مرشح بده يعطي وكالة لكل مندوب يعني إذا قلنا أمريكا مثلا أمريكا كان إذا مرشح معين استيسطرار المرحمة بيع الكار يعطي وكالة هو من هون بده وكالة بده تصديق من كاتب عادل من وزارة الخارجية من وزارة العادل برجع هونيك من السفارة تعرفوا كيف بده معاملات يعطي لمندوب واحد قبل بوقت عظيم وهالمندوب الواحد بس نعرف مراكز الاقتراع وكيف بدنوا مندوبين يلاقي عشرين ثلاثين خمسين مندوب يعطيهم من هونيك بأمريكا يعطيهم وكالات هلأ لا منعوه قال كل مرشح مفترض يعطي بكل دولة لكل مندوب يعني كل مرشح يقضي وقته هلأ إذا لحق وهاي شغلة مستحيلة يعطي يعمل وكالات ويصدقون عن التب العدل بوزارة الخارجية ووزارة كل هالأمور عم تصير بوزارة الخارجية وزير الخارجية مطرع عليها مباشرة وسيكت عليها لبل عم ببررها وعم بلاقي لهو الإخراجات المطلوبة ما بقى عنا إلا رئيس الحكوم منتوجه له تنقله إنه وزارة الخارجية صحيح مع العونيين بس مش خارج حكومتك أنت يا دولة الرئيس مئاتي أنت تتحمل مسؤولية إذا كفت هذه العملية مثل ما هي مطلوب بأسرع وقت ممكن تجبر إجبارة وزير الخارجية يرجع يوزع المقترعين برا على مراكز الاختراع بالأقرب للأقرب طبعا إذا بدكم تسهلوا اقتراع المغتربين بدكم تحطوا كل واحد على المطرح تعينوا لهم مركز الاختراع لا أقرب لا مش لأبعد عنه بدكم توزعوا لوح الشاطب من هلا تكل مواطن وكل هيئة مدنية وكل نجي أو وكل حزب يعرف بكل مركز اقتراع من في ناس بد تسوت بدكم ترجعوا قصة المندوبين اللي برا تكتفيوا على أنه كل مرشح يوكل عنه مندوب واحد بده معاملات واحدة بيعمل الواحد فرد مرة وهالمندوب يكون عن المرشح بالدولة الخارجية المعنية هو يقدر يعطي وكالات لعدد آخر من المندوبين قد ما يجب يغطوا أقلام اقتراع ماذا وقال تكون عملية غش موصوفة تصير قدام كل الرأي العام اللبناني والعربي والدولة للانتخابات الحالية التي تصير حسنا مدني للشحين وفي أحزاب كمان معارضة من خلال وطن الحر الحزب الله ماذا السبب واليوم ماذا تعمل الجريات الهنينية والسفر العديد لا يساعد بالنظر لنصح حيث الله أول شيء أريد أن أقول شغلي على سيرة الأحزاب الأخرى مثلا جامعة الطيار الوطني الحر برا وصلوهم لواح الشطب تببوا ما وزعوا الدولة وزارة الخارجية ما نشرتها على العموم مثل ما يجب أن تنشرها ولكن وصلت لجماعة الطيار الوطني الحر يتصرفون على أساسها وغيرنا من الأحزاب المعارضة لأن معارضين لا يمكن أن تسهلنا لو يحشط مثلا تصوري تصوري من وزير خارجية الطالع من جامعة وستجامعة ومن مراكز دراسات وأبحاث تصوري كيف يصير بس يصير وزير خارجية دولة الرئيس مئاتي هذه حكومتك شئة أم أبيل هاك عم بصير بوزارة الخارجية بشكل من الأشكال بتمنى عليك تحط إيدك فورا على الملف كله سوا وكل هالأخطاء والمغالطات والصغرات تتصحح لأنه بعد في بلكيت 15 يوم لانتخاب المغتربين ما زوء إلا بتكونوا عم بتعرقلوا أنتم مباشرة اختراع المغتربين هلا ليش غير أحزاب ما عم تتصرف في المعارضة لأنه بتصور أنه القوات هي الحزب الأكثر انتشارا برا والأكتر شي عم بيجي معطيات هلا بتأسف أنه جماعة المجتمع المدني ما عم بتحركوا والجمعيات الخاصة بملاحة بمتابعة الانتخابات بس نحن بهالصدد حضرنا مذكرات رح توصل لللجنة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في لبنان عم نحضر مذاكرة رح توصل بين اليوم وبكرة للجنة الإشراف على الانتخابات في لبنان ورح يكون عنا تدبير حتى على مستوى المجلس النيابي لأنه بدنا نطرح الساعة بوزير الخارجية انطلاقا مني اللي عم يعمل بوقت الحاضر هذا كلنا وانهم مقبول أبدا حبات اليوم أطرحوا قدام كل الرأي العام تأخذوا علم بكيف يتصرفوا المسؤولين بالدولة أعرف أنه كل الناس صالحين من هالمسؤولين بهالدولة الحالية بس برضو لازم ضل ملاحقين على آخر لحظة تعلق لي الانتخابات متما لازم تصير كلنا متأملين بالتغيير بالانتخابات كيف يصير هذا التغيير إذا وزير الخارجية يعمل بوزارته بما يتعلق بانتخابات مقترعين أوكي يا هلا